اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا من لا يصفه نعت الواصفين ولا يجاوزه رجاء الراجين ويا من لا يضيع لديه أجر المحسنين ويا من هو منتهى خوف العابدين ويا من هو غاية خشية المتقين هذا مقام من تداولته أيدي الذنوب وقادته أزمة الخطايا واستحوذ عليه الشيطان فقصر عما أمرته به تفريطا وتعاطى ما نهيت عنه تعزيرا كالجاهن بقدرتك عليه أو كالمنكر فضل إحسانك إليه حتى إذا فتحت له بصر الهدى وتقشعت عنه سحائب العمى أحصى ما ظلم به نفسه وكفر فيما خالف به ربا فرأى كبير أسيانه كبيرا وجليل مخالفته جليلا فأقبل نحوك مؤملا لك مستحيا منك ووجه رغبته إليك ثقة بك فأمك بطمعه يقينا وقصدك بخوفه إخلاصا قد خلى طمعه من كل مطموع فيه غيرك وأفرح روعه من كل محذور منه سواك فمثلا بين يديك متضرعا وغمض بصره إلى الأرض متخشعا وطأطأ رأسه لعزتك متذللا وأبثك من سره ما أنت أعلم به منه خضوعا وعدد من ذنوبه ما أنت أحصى لها خشوعا واستغاث بك من عظيم ما وقع به في علمك وقبيح ما فضحه في حكمك من ذنوب أدبرت لذا لذاتها فذهبت وأقامت تبعاتها فلزمت لا ينكره إلهي لا ينكره يا إلهي الله عدلك إن عاقبت ولا يستعظم أفوك إن أفوت عنه ورحمت لأنك الرب الكريم الذي لا يتعظمه غفران الذنب العظيم اللهم فهاء أنا ذا قد جئتك مطيعا لأمرك فيما أمرت به من الدعاء متنجزا وعدك فيما وعدت به من الإجابة إذ تقولوا ادعوني أستجب لكم اللهم فصل على محمد وآله وألقني بمغفرتك كما لقيتك بإقراري وارفعني من مصارع الذنوب كما وضعت لك نفسي واسترني اشتركوا في القناة واسترني بسترك كما تأنيتني عن الانتقام مني اللهم وثبت في طاعتك نيتي واحكم وحكم في عبادك بصيرتي ووفقني من الأعمال لما تغسل به دنس الخطايا عني وتوفني على ملتك وملتي نبيك محمد عليه السلام إذا توفيتني اللهم إني أتوب إليك في مقامي هذا من كبائري ذنوبي وصغائرها وبواطني سيئاتي وظواهرها وسوال في زلاتي وحوادثها توبة من لا يحدث نفسه بمعصي ولا يظمر أن يعود في خطيئة وقد قلت يا إلهي في محكم كتابك إنك تقبل التوبة عن عبادك وتعفو عن السيئات وتحب التوابين فاقبل توبتي فاقبل توبتي فاقبل توبتي كما وعايت وعف عن سيئاتي كما ضمنت وأوجب لي محبتك كما شرعت ولك يا ربي شرطي ألا أعود في مكروهك وضماني ألا أرجع في مذمومك وأهدي أن أهجر جميع معاصيك اللهم إنك أعلم بما عملت فاغفر لي ما علمت واصرفني بقدرتك إلى ما أحببت اللهم وعلي تبعات قد حفظتهن وتبعات قد نسيتهن وكلهن بعينك التي لا تنام وعلمك الذي لا ينسى فأوض منها أهلها واحطاط عني وزرها وخفف عني ثقلها وعصمني من أن أقارف مثلها اللهم وإنه لا وفاء لي بالتوبة إلا بعصمتك ولستمساك بي عن الخطايا إلا عن قوتك فقوني بقوة كافية وتولني بعصمة مانعة اللهم أيما عبد تاب إليك وهو في علم الغيب عندك فاسخ لتوبته وعائد في ذنبه وخطيئته فإني أعوذ بك من أن أكون كذلك فاجعل توبتي هذه توبة لا أحتاج بعدها إلى توبة توبة موجبة لمحو ما سلف والسلامة فيما بقيه اللهم إني أعتذر إليك من جهلي وأستوهبك سوء فعلي فضمني إلى كلف رحمتك تطولا واسترني بستر عافيتك تفضلا اللهم وإني أتوب إليك من كل ما خالف إرادتك أوزال عن محبتك من خطرات قلبي ولحظات عيني وحكايات لساني توبة تسلم بها كل جارحة على حيالها من تبعاتك وتأمنوا مما يخاف المعتدون وتأمنوا مما يخاف المعتدون من أليم سطراتك اللهم فرحم وحدتي بين يدك ووجيب قلبي من خشيتك واضطراب أركاني من هيبتك فقد أقامتني يا رب ذنوبي مقام الخزي بفنائك فإن سكت فإن سكت لم ينطق عني أحد وإن شفعت وإن شفعت فلست أهل الشفاعة وإن شفعت فلست بأهل الشفاعة اللهم صل على محمد وآله وشفع في خطايا كرماءك وعد على سيئاتي بعفوك ولا تجزني بجزائي من عقوبتك وابسط علي طولك وجللني بسترك وفعل بفعل عزيز تضرع إليه عبد ذليل فرحمك أو غني تعرض له عبد فقير فنعشا اللهم لا خفير لي منك اللهم لا خفير لي منك فليخطرني عزك ولا شفيع لي إليك فليشفع لي فضلك وقد أوجلتني خطايا فليؤمني عفوك فما كل ما نطقت به عن جهل مني بسوء أثري ولا نسيان لما سبق من ذميم فعلي لكن لتسمع سماواتك ومن فيها وأرضك ومن عليها ما أظهرت لك من الندم ولجأت إليك فيه من التوبة فلعل بعضهم برحمتك يرحمني لسوء موقفي أو تدركه الرقة علي لسوء حالي فينالني منه بدعوة هي أسمع لديك من دعائي أو شفاعة أو كذو عندك من شفاعتي تكون بها نجاتي وفوزتي من غضبك وفوزتي برضاك اللهم إن يكن الندم توبة إليك فأنا أندم النادمين وإن يكن الترك لمعصيتك إنابة فأنا أول المنيبين وإن يكن الاستغفار حطة للذنوب فإني لك من المستغفرين اللهم فكما أمرت بالتوبة وضمنت القبول وحثست على الدعاء ووعدت الإجابة فصل على محمد وآل محمد وقبل توبتي ولا ولا ترجعني مرجع الخيبة من رحمتك إنك أنت التواب على المذنبين والرحيم للخاطئين المنيبين اللهم صل على محمد وآله كما هديت ناب وصل على محمد وآله كما استنقذت ناب وصل على محمد وآله صلاة تشفع لنا يوم القيامة ويوم الفاقة إليك إنك على كل شيء قدير وهو عليك يسير بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين